مشاهدين أهلا بكم في حصاد المسلسلات والنهاردة هلخص مع حضراتكم بعض من أحداث المسلسلات الهمة والأثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وخلينا نبدأ من بيت الرفاعي شاهدت الحلقة العشرون من مسلسل بيت الرفاعي لنجب أمير قرارة تورت ياسين أمير قرارة في قصة جديدة ولكن هذه المرة بصعيد فبيحضر اتفاق على تسليم وتسلم قطع أثار بين ريس مهدي حمز هيكل واللي قاعد عنده في منزله والمعلم عفوا بوساطي علي الشامل فيطلب الأخير تواجد ياسين لرؤية وتصدير الأثار في المقبرة قبل العمل طبعا يرفض ريس مهدي طلب بوساطي على دخول ياسين في العملية إلا أن الأخير بيوافق وبيصر على أن يذهب معه وبالفعل بينزل المقبرة وبيصور الأثار بداخلها ولكن ما حدث أن البوساطي بيتحفظ على ياسين إلى حين إتمام العملية وبعد كده بيذهب بوساطي إلى المهدي ويقرر يبيع له بضعف السعر ومقدم وإذا لم يتم البيع سيتم إلغاء العملية وسيدفن أو سيدفن ياسين داخل المقبرة وبعد كده طبعا يرفض المهدي طلبه ويقرر البوساطي التقلص من ياسين وبيرفع عليه السلاح في نهاية الحلقة وبتنتهي الحلقة العشرين على هذا المشهد أيضا الحقيقة مسلسل الحشاشين دايما بنشوف فيه أحداث جديدة ومسيرة فشهدت أحداث الحلقة العشرين تنفيذ يحيا وأصدقاءه الاثنين ستة من أجل قتل كل من حسن الصباح وزيد بن سيحون وبرزج أميد إلا أن يحيا فور دخول غرفة زيد وجد حسن الصباح الذي استقبه بوسطة الحرس إلى مكان آخر ثم خرج أصدقاءه الاثنين مخبرا إياه إنه كان على علم بما يخطط له ثم أمر يحيا بقتل أصدقاءه الاثنين بيده لتنتين حلقة العشرين عند هذا المشهد وسط نظرات أصدقاء يحيا له وهم مشاككين فيه خاصة أنه هو من وضع الخطة شهدت أيضا الحلقة طلب زيد بن سيحون الزواج من ألينار رئيسة الجواري حيث ذهب إلى حسن الصباح وأخباره أنه بيرغب في الزواج منها إلا أن الأخير رفض تماما مؤكدا أنه كده بيهدم نظام الألعى المبني على نظام محدد وقال له إنه يؤجل هذا الطلب حتى يشنه حرب جديدة ويختار من الصبايا وقتها ما يحلو له طبعا الأمر أغضب زيد بن سيحون أحمد عيد وأبد غضبه أمام الصباح اللي هدده ومفعل عليه وقال له إنه في حالة قرار تجاوزاته عليه الحذر من قدر هي كمان شهد مسلسل الحشاشين مراقبة أحمد عيد لسوزان نجم الدين أثناء خروجها من غرفة برزك أميد وشكوا فيهم وأغبرها بذلك كما أكد لها على إنه يحبها لأنها أغبرته إنها بلا قلب كما أغبرته أيضا أن يعطلها أنه يعطلها يعني عن الأيام بمهامها في الألعاب بما يفعله بسبب هواجسه ومن الحشاشين خلونا ننتقل إلى مسلسل المعلم وده من بطولة النجم ومصطفى شعبان طبعا وشهدت الحلقة العشرين منه أحداث مصيرة فبدأت الحلقة لما أحرق المعلم مصطفى شعبان الطريق حتى لا يتمكن رجال الجنتل وشداد من محاولة اللحق به حتى يتمكن من مرور سيارة السمك ومعه المخدرات وكان المعلم اتفق مع غلوش ورجال وعلى حماية سيارة السمك هذه المرة أيضا اجتمع المعلم بشر مع المعلمين وأكد لهم أنهم يجب عليهم أن يكونوا بجانب المعلم في كل شيء خاصة أن مصطفى شعبان تأخر في الرد عليهم ثم يأتي اتصال من المعلم مصطفى شعبان اللي أكد له أنه دخل الطاهرة بالسمك في حال زجول من معلمين السوق كلهم وخلونا ننتقل إلى مسلسل حق عرب مسلسل حق عرب توالت الأحداث خلال حلقته العشرين فبعد أن خطف عرب السوركي أحمد العوضي من قبل رجال مرزوق دخل عليه ابن مازن جلال الزاكي وبدأ في ضربه في النهاية بسق عرب على وجهه عندما تحدث بالسوق عن أمه فنادى علي صاحبه تامر شلتوت واللي أحضر حقن المصدرات وقراره سويا يجعله العوضي يدمن المصدرات حتى لا يستطيع المقومة وبالفعل أعطاه ثلاث حقن من المصدرات يعني الحقيقة ده كان جزء بسيط جدا لما حدث في الحلقات العشرين من بعض المسلسلات وهم بيت الرفاعي الحشاشين والمعلم وحق عرب كده هنتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد في دراما رمضان عشرين أربعة وعشرين وأشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء